في جملة حتك قلت لي من حوالي 3 أو 4 دقايق قلت كلما اقتربت من أمريكا سوف تجد المواقف أكثر شدة يعني لما كنا بنتكلم على موقف ديفيد كاميرون والخارجية البريطانية أو بريطانيا بشكل عام من موقفها في الشرق الأوسط هنا ده يخليه يسأل على مسألة كيف تنظر أمريكا الآن في الوضع الراهن لمنطقة الشرق الأوسط هل هي مش مستشعارة أي خطورة على مصالحها في المنطقة نتيجة هذه الحرب ولا هل هي ضامنة 100% من وجهة نظرها أنها تستطيع السيطرة على هذا الصراع وعدم اتساعه نجاوب على جوز إيه أمريكا وقبل كده حد سوفيرتي وصم روسيا كانوا بينزروا للشرق الأوسط وفي دماغهم حاجتين الصراع والتنافس الحرب برده فإذا موقع جغرافي عادي بلايه تواجد هناك عشان غريمة ما يكونش اللي تواجد مش عما الأفريقيا المشرق جنوبا للخليج مواطئ القدم الحرب خلصت فإذا اهتمامه عشان الحرب قل ده مش كرهية ولا حب ولا دعوه بإسرائيل ولا العرب اهتياجي للمنطقة جغرافيا قل كثيرا لم يختفي إنما قل كثيرا الجزء الآخر كان الطاقة أمريكان أكثر من روس إنما أساسا كان طيب بوليتيكس جزء والطاقة جزء الثاني أنا في ضوء التكنولوجيا الحديثة بقدر أجد طاقة في الحدود الأمريكية حول البحر مش محتاجة طاقة الشقة أوسطية بهذه القدر وهي طاقة مهمة في تحديد سعر السلعة ليس في توريد فإذن ده اللي خلى أوباما يقول أوباما كانش كاره للعرب ولا مؤيد الإسرائيل ولا كاره للإسرائيل ومؤيد العرب إطلاق إيه اللي خليه يقول أنا حركز على آسيا أي والبيوت لآسيا ليه لإنه أرى ووجد إنه خلال العقد القادم عشرين تلاتين عشرين خمس تلاتين ستين في المائة من الطبقة الوسطى في العالم هكون في آسيا فإذا الفلوس هناك صح المادة هناك المصلحة هناك ثم المنافس الرئيسي اللي هي في المستقبل هناك لهو السين مش روسيا هو بيعتبر لو تقرأ التقرير الاستراتيجي الأمني الأمريكي بيعتبر روسيا جزء من تاريخ والسين هي المنافس صح المستقبلي طبع في إطار هذا الشاخ الأوسط سيكن تير طبقة تانية في الأهمية الحرب وهنا خطأه بعض بدون شك الشاخ الأوسط مستقر ممكن تيجي تقول والله أنا مش هركز عليه أكتر من وحركز على آسيا إنما رسي تاخد في إعتبادك إنه الطول موهم مش مستقر ممكن ينشعل في أي لحظة ويهدف مصالحك وده اللي حصل وعلى ما يبدو هو ما عملش حساب إنه بما إنه عنده تخوفات أو مخاوف من بكين إنه الكين سوف تشعل حرب باردة جديدة وعملياً هو أصبح في حرب باردة جديدة ما بين بكين وواشنطن وروسيا أحد اللاعبين في هذه الحرب معاك إنما هي الحرب الباردة مش حرب جورفية بمعنى هي حرب تكنولوجية مين اللي يسيطر على التكنولوجيا أكتر من التاني تكنولوجيا الاقتصادية والعسكرية إذن ومين يسيطر على الأسواق يسيطر على الأسواق بيها جزء إنتاجي وتوزيع وتسويق وإلى آخره وحتما لها التواجد اللي يكون متواجد حتمين إنما الصين ما بتحاولش بلها قواعد بنفس المعدلات اللي كانت موجودة روسيا ولا أمريكيا التنازع بين التنازع الأمني مش الاقتصادي بين الصين وأمريكا في آسيا وفي التكنولوجيا جغرافيا في آسيا مش هينفسوهم في أوروبا هينفسوهم في أوروبا تكنولوجيا وأمريكا ضغطة على الدول الأوروبية من اشتريش التكنولوجيا الصينية خاصة في مجال الاتصالات ونفس الشيء ضغطوا عدوك كثير بين في محن عشان ما نستفردش من السياس